السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان أهلا ومرحبا بكم وبرنامجكم اليوم الأهلي ينتخب خلاص بدأ العد التنازلي 15 يوم بالكمال والتمام وتنعقد الجمعية العمومية للنادي الأهلي بإذن الله تعالى صباح يوم 26 نوفمبر الجاري لانتخاب مجلس إدارة جديد يقود النادي الأهلي بكل طموحاته وأفكاره وأحلام جماهيره ومشاعر كل محبيه لدورة قادمة إن شاء الله لمدة أربع سنوات قادمة بإذن الله تعالى تكون عامرة بالبطولات والنجاحات والانتصارات إن شاء الله 15 يوم وتجرى انتخابات الأهلي الحدث الشعبي الكبير المهم اللي زي ما قلت لحضراتكم من بداية لقاءنا معاكم في الأهلي ينتخب إنه حدث بيهم كل بيت وكل شارع وكل حارة وكل مكان في مصر ما فيه شبر في مصر ما فيهوش حد أهلاوي بيتعلق دايما وأبدا كل أربع سنين بهذا الحدث المهم الجامعية الأمومية هتنتخب مين الجامعية الأمومية هتختار مين استقرار النادي هي بعمل إزاي طموحات جماهير الأهلي الكبيرة هتتجه إزاي ده حدث كبير مهم أعتقد الكل بيترقبه عشان كده قناة الأهلي زي ما تبعتونا من البداية وهي من خلال الأهلي ينتخب بالتستضيف يوميا أحد السادة المرشحين لمقاعد مجلس الإدارة المختلفة علشان يقدم للجامعية العمومية والأعضاء النادي بل والجامعير الأهلي بكل مكان أراء وأفكار وبرنامجه ورؤيته علشان فعلا نقدر نساعد أعضاء النادي على بلوارة اختياراتهم ونقدر نكون بالنسبة لهم تتكون الصورة العامة لكل مرشح بما يسهل لهم فكرة الاختيار والانتقاء والتصويت إن شاء الله الحدث الانتخابي في الأهلي النهاردة يمكن بدأت زي ما قلت لكم العد التنزولي وبدأنا ندخل في الجد بقى لأنه زارة النادي النهاردة مجموعة من السادة القضاء أعضاء هيئة قضايا الدولة الجهة القضائية المنوط بها الإشراف على الانتخابات التقت بالدكتور سعد شالب المدير التنفيذي للنادي للوقوف على كافة الترتيبات القانونية والإدارية الخاصة بانعقادة جمعية العمومية زي ما حضراتكم حفظين حتى الإجراءات 8 يام بالضبط قبل انعقادة جمعية يعني كمان أسبوع بتتعلق كشوف كل السادة اللي اليوم حضور والتصويت من اللي سددوا الاشتراك الجديد أو المسددين للسنة الأخيرة ودول اللي حيكون لهم حق التصويت في جمعية عمومية نأمل كل الأمل أن أعضاء النادي الأهلي يضربوا المسأل دايما في الوعي والحرص على الحضور لازم الناس يكون عندها هذا القدر من الإيجابية لازم أن الكل يكون حريص على أنه ييجي يساهم في الاختيار أيا كان هيختار مين بس الأساس في المسألة الإيجابية والحضور الوعي الانتخابي دي مسألة مهمة جدا الحرص على مصلحة النادي ده مهم جدا مرة واحدة هتتعبها وهتيجي وما فيش تعب إن شاء الله لأنه يمكن من خلال استضافتنا للدكتور سعد شلب المدير التنفيذي أكد على اتخاذ كافة التدابير الإجرائية والتسهيلات الكبيرة سواء حتى في عمليات الباركينج أو ركن السيارات النادي في اليوم ده بيبقى مأجر كل الجراشات المتاحة سواء في دار الأوبرا أو في مستشفى المعلمين أو في جراش المحافظة أو حتى في مدان التحرير الجراش متعدد التوابق في مدان التحرير النادي بيأجره في هذا اليوم وبيوفر وسيلة انتقال من مدان التحرير للنادي يعني يدوب أمتار قليلة لكن بتبقى فيه بساط لنقل السادة الأعضاء من قلب مدان التحرير اللي بيركم في الباركينج الخاص أو جراش مدان التحرير لغاية النادي فانت بتوفر كل الإجراد بل انه فيه حافلات لنقل السادة الأعضاء من أفرع النادي سواء في الشيخ زايد أو في مدينة نصر على طول فيه حركة سيارات دائمة لنقل كل السادة الأعضاء وتيسير حضورهم للنادي وإعادتهم لمقر الفرع القريب من مسكنهم ودي في إطار إجراءات كتيرة جدا كان حريص عليها النادي الأهلي وإدارته التنفيذية على تقديم كل التسهيلات للسادة أعضاء النادي حتى في الإجراءات الاحترازية والإجراءات الوقائية الخاصة بالتباعد الاجتماعي وغيره وتصميم الخيمة الانتخابية اللي اللجنة أو الشركة المنوط بيها تأسيس هذه الخيمة الانتخابية الكبيرة على ملاعب الترتاني الخاصة بالأعضاء في مقره في الجزيرة بدأ العمل فيها بالفعل يعني خلاص تم إيقاف النشاط الرياضي في هذه الملاعب وبدأت هذه الخيمة تأخذ الشكل النهائي الكامل بكل الإمكانات اللي رعيت فيها كل التسهيلات شفنا الانتخابات اللي فاتت قد إيه كانت المسألة الشاقة جدا في تصميم الخيمة وفي مدخل ديء للدخول وفي مصعب كبيرة للخروج لكن كان حرص الجمعية العمومية كبير جدا رغم كل الأمور اللي تمت كان حرص أعضاء النادي كبير جدا على أن العضو ييجي ويدلب صوته ويختار اللي هو شايفه أمسل وأقدر على تحقيق طموحات الأهلي وإسعاد جمهير وأعضاه على مدى دورة كاملة أربع سنوات